لما نشوف برضو درس مهم جداً فيما يخص نتيجة عودة ترامب هذه العودة السينمائية الهوليوودية الهائلة عودة المنتقم ألاقي الانفصام الشديد جداً والواضح للغاية بين النخبة التي تعتقد في نفسها النخبة أو المثقفين اللي بيعتقدوا في أنفسهم المثقفين وبين الشارع والواقع الحقيقي يبدو أنه وضح أوي في أمريكا هو من قصين كما في العالم كله كما أظن أنه في جماعات فكرية ذهنية تصورت بعقيدة عندها عقيدة وعندها أديولوجيا وعندها تصورات سياسية خنأتها وأطبقت على رأسها لدرجة أنها منعتها من أنها تشوف الحقيقة على الأرض وتتواصل مع الناس في الواقع فأصبحت النخبة الأمريكية في الحالة دي مأسورة في أفكارها ومأسورة ومحصورة ومحصرة في عقيدته فبقى فيه فجوة ما بين ما يقول المثقفون يعني تقرأ الكتب اللي كتبت عن ترامب تشوف المحلين تشوف البرامج الكوميدية والسياسية اليومية والإسبوعية لو أنت كنت بتتبع الإعلام الأمريكي يعني في كل السنة اللي فاتت دي كلها حالة التهاكم والسخرية والطعن في ترامب وحالة يعني الاتهام بكل الاتهامات اللي ممكن تتخيلها ثم تلاقي الشارع الأمريكي بيختار ترامب ده معناه حاجتين معناه أنه فعلا أنت مش عند حس الناس ومش فاهمهم يغضي وقف دليل يعني أنت طول وقت هو الرجل ضع عضية إزاي بينتخب أو بأي ترامب أنت مش قادر توصل لفكرة دوافع هذا الرجل أو دوافع هذه الشخصية فأنت بتتعالع عليها أو بتوصمها أو بتهاجمها أو أو فمش فاهمها ده رقم واحد ورقب اتنين أنك مش عارف تأثر فيها كمان بدليل أنها رامت كل كلامك وراح تتخبت الراجل اللي أنت طول الوقت قاعد تطعم فيه وتاجم على فكرة قد تكون النخبة على صواب فمتكلم هنا في الفصامية بين فاهم النخبة وفاهم الشارع وبتكلم هنا على الفجوة الرهيبة ما بين الناس اللي عاملين نفسهم بيفهمه وبين اللي بيحصل على الأرض فأنت لإما مش فاهم اللي بيحصل على الأرض لإما مش عارف تأثر فيه فأنت في الحالتين معزول عنه فكسبك كسب الواقع كسب النخبة ليه كمان؟ لأنه اليسار الأمريكي الأكاديمية الأمريكية بقى والمراكز البحث فضلا على الإعلام الأمريكي خصوصا من التقليدي منه وكمان جماعات بقى حقوق الإنسان وجماعات البيئة ثم جماعات بقى الدفاع عن المثلية وعن التحول الجنسي ومحاولة تصفية الحساب مع سنوات العنصرية والروح الفوضوية لدى قطاعات واسعة من اليسار خصوصا الأجيال الجديدة ومن مشاطاء اللي مسيطرين على الجماعات الأمريكية تقريبا مدرسين وطلبة وحالة المواقف السلبية من الشرطة يعني مش فكرة المواقف من الشرطة الموقف من إحساس أو رغبة المواطن الأمريكي في الأمان في الإحساس بالأمان فبيبقى نوع من التعالي عليها ومن الانتقاص منها وكأنها تبدو لدرجة فوضوية فتلاقي اليسار طالع يقولك تغفيد ميزانية الشرطة إنه الشرطة ما تبقاش معها سلاح يعني حاجات من النوع اللي بيعمل فصام رهيب هائل بين وبين الناس الطيبة العادية اللي عايزة آمان في حياتها فهو على طول تلاقي قضية المثلية وكأنها هدف قومي أمريكي لليسار الأمريكي يعني الدفاع عن المثلية الدعوة للمثلية الانتصار للمثلية ابحث عن المثل في داخلك سيطرة وهيمنة في المنصات وفي الدراما وفي الأعمال الدرامية والأعمال السينمائية وبقى أصبح فرد عين في المناهج في المدارس وكأنه بيخنعوا المجتمع على أنه لابد وأنه مش أنه يحترم حرية الناس الشخصية وحرية الناس الشخصية بيخوضنا مصونة وما حدش له دعوة بالآخر طالما لم يؤذي أحداً لا ده أنتوا بيتش في منطق استفزاز ثقافة الناس واستفزاز هويتهم واستفزاز حتى تقليديتهم ومخاولة لعمل خلل في الطبيعة البشرية اللي اعتادها البشر فكل ده بيضرب في علاقة النغبة بالناس فالناس تحصل زي انتخابات النهاردة أو انتخابات أربعة خمسة نوفمبر خمسة ستة نوفمبر